باسم الشعب العربي في سوريا أنت محامٍ وتحمل الجنسية السورية؟ إذن عليك أن تدفع رسماً إضافياً لصالح خزينة الأسد هذا ما أعلنه نقيب المحامين التابع للنظام أعلناً ومن دون مواربة يقول الفراس فارس لصحيفة الوطن الموالية إن رسم المغادرة هذا سيكون بالقطع الأجنبي ومقابل السماح للمحامي بالسفر خارج البلاد وهو الممنوع وفق القوانين واللوائح من مغادرتها لأكثر من شهرين تحت طائلة شط باسمه ومنعه من مزاولة المهنة لاحقة القرار هذا سيعرض على مؤتمر النقابة السنوي بهدف إقراره الشهر المقبل وفق ما أورده النقيب قرار النقيب لا يقتصر على المحامين الموجودين في سوريا والذين يعتزمون السفر بل يمتدوا ليشمل أولئك الموجودين أصلاً في الخارج وشطبت أسماؤهم بسبب مغادرتهم البلاد على أن يتم دفع الرسم الجديد إلى جانب الرسم السنوي بهدف زيادة إرادات النقابة من القطع الأجنبي وفق النقيب فإن القرار جاء بناء على طلب كثير من المحامين المغتربين الذين طالبوا من أن يدفع الرسوم السنوية وأي رسماً تفرضه النقابة مقابل أن يبقى اسمهم موجوداً في جدول المحامين حتى ولو لم يستفيدوا من صناديق النقابة على حد زعمه هذه الضرائب التي يفرضها النظام لا يستفيد منها السوريون وفق تقريراً لصحيفة الجارديان البريطانية في الوقت الذي يروج فيه لأن عائدها سيذهب في اتجاه إعادة الإعمار فإن هذا لا يحصل على أرض الواقع فألم يكتفي النظام من اختراع العناوين والضرائب بهدف مزيد من سرقة أموال السوريين وجيوبهم بعد أن أحالها فارغة بالفعل اشتركوا في القناة